ميشال حيك بتوقعات مرعبة لنهر الموت ومهمات مستحيلة تتخطى المعقول توقعات لبنان الأخطر على الإطلاق أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات واللي هنتكلم فيها النهاردة عن أخطر توقعات ميشال حيك للبنان وتوقعات اللي ما زالت لم تتحقق حتى الآن بيتوقع أنها تحصل سواء الأحداث الجارية في لبنان أو للشخصيات المرموقة السياسية في لبنان بفكرك الأول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو أنت جديد معنا ولسه مشتركتش يريد تشترك دلوقتي في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات كلها أول بأول ميشال حيك بتوقع أن بين لبنان إمبارح واليوم وبكرة بتمتد قيادة راح تساعد لبنان أو تحط إيدها شوية على لبنان صورة بقرافية حظ لبنان ونهضة لبنان هيكون على إيدين إمرأة حزب الله عبارة على رجله نص اللي ذكرها السيد حسن نصر الله ما راح تكون عبارة عابرة خطة هجومية تغييرية من أعداد فيصل كرامة والخطر بين الإشاعة والهدف الكازين ومركز الحظ بمطرح ما راح يحلفه الحظ بيدفح الكيل لدى أحد القضاء وبينطفد بقوة وبيولد حالة واسعة بين الناس وبيتدعم من كتير من القضاء بعكس إرادة الفريقين حزب الله وإسرائيل ذات يوم راح تنكسر قواعد اللعبة وتنفئة كل الضوابط نوع المواجهة جديد بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن والمعارك خاطفة وسريعة بيفجر اسم السيد حسن نصر الله إعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم استراتيجيات واتفاقيات وهندسات بالمنطقة بتحمل توقيع الحزب والسيد الاستشهاد ما راح يكون إلو رتبة بين رجال حزب الله وحزب الله يكرم الرئيس بري ويشكره بين ليلة وضحاها بيضطر حزب الله لإعادة التموضع على كل المستويات عدة وعديد مواقع وصيبات بالعلن وبالإعلام صدمة وصدمة مضادة وتحت الأرض بين الحزب وإسرائيل الشيخ نعيم قاسم والحج وفيق صفا ما بيخشوا التجربة المرة لو شو ما كانت لتحقيق أكبر أهدافه راح يستخدم حزب الله جميع أنواع الأسلاحة إلا سلاحه الطريدة بتاع للسياج الشائك بين لبنان وإسرائيل وبتكون نوع من الشرارة على لقاحة الأسماء البطريارك الراعي على رأس معادلة قلب الطاولات كلها سليمان فرنجية من عمق المفاجآت الكبيرة والطريقة بيلب النداء وليد جنبلات بيتحدى الكوابيس بالخفاء وبالعلن بينهي وليد جنبلات شكه بأحد المقربين سامير جعجع من لغة الكلام للغة أخرى وسبق بين الهدف والأخطار سامي الجميل بيتحدى برود المقالة وبيترك بصمة كبيرة على الصخر جوزيفة عون بيدخل بجدلية عسكرية بتتخطى حدود وزارة الدفاع كبران باسيل مش كل الجولات والنقاط رح تتسجل لصالح كبران باسيل على حلبة الملاكمة السياسية ورح يضطر ورح ينجح باستخدام حنكته ومهاراته وخف التحركاته ليسجل نقاط جديدة وتايت حاشى ضربات قاضية سعد الحريري بحظر جديد بيحاول يظهر من واقعه وارتباطاته تيدخل على خيارات جديدة من أبواب حتى لو عارف إنها ملغمة نبيه بري ساعة الصفر بتدق بعين التينة الرئيس مشيل عون معاه بتسقط كل التوقعات النقيب بواجه التحديات والتهديد نهر الموت ومحيط ومسرح لمشهد غير يومي كومت نجوم مدواية بسماء الفنانة إليسة من بينها نجمة واحدة مطفاية مرحلة تطورات من تراث جديد حول اسم راغب علامة ضخامة الحدث المرتبط ببلدية بيروت رح يستدعي استنفار كامل للأجهزة واشتعال الأغاني الخاصة بجنوب لبنان محاولات لفك شفرة اللواء عباس إبراهيم بأفق اللواء عباس إبراهيم انكفاء واعتكاف وخطر ومهمة ما بتشبه اللي قبلها ورح توصف بالمهمة المستحيلة اسم كارلوس غوصن بيهز من جديد وأصدقه بتتخطى حدود لبنان الهدف الكبير موجود بوسط ملكية بتخص آل الحريري ومرصود من الأربع زوايا ميشيل عون المطرون مش الرئيس برسم التحدي جديد بقسة جعجع كرامة صخب مدوي بيخرق سكون وادي النوبيين كسر جمود وخرق ملف اللبنانيين الموجودين بالداخل الإسرائيلي بساعة الصفر بتقلب شخصية عسكرية الطاولة على الساحة اللبنانية حادثة مش صغيرة بتتبدل هوية وظيفة نفق لبناني لفترة من الوقت العسكر اللبناني بينجر لمواجهة عسكرية مع كيان مسلح والملفت هو الطرف الآخر خطر على شخصية عسكرية كبيرة وعكة بتترك أثر بالغ على دار الإفتاء بعد رفع الثقف واشتداد التدابير رح يبدأ فكفكت حلقات بمسلسل العقوبات اللي جت واللي بعد ما إجت على جبران باسيل بيشتد الضغط على الضحية وبداخلها وسردبها وحنشوف جانب منها مشهد بيوحي بالحصار والتوتر على أنواعه وبأعلى درجاته بالضاحية بتنطلق الأحداث من مجمع فؤاد شهاب ومحيطه بيوم بتنفجر شهرة أحد المطاعم بلبنان وبيتخطى حدود الوطن باتجاه العالمية لأكتر من دافع وسبب والأكتر من وجهه وهدف بيتردد اسم مارمرون وكل شيء بينتمي لي بأدلة دماغة ما بتقبل الشك بتنفضح الطبخة بمطبخ أحد السفارات في لبنان أحد إفرازات الحراك المدني رح يتلقى تشيجيفارا لبنان بين المسح والجد بيوصل النائب سليم سعيدة أفكاره لأبعد من بقته ومن بعده هتوصلوا حسابات ليراجع حساباته هزى بعالم كرة القدم اللبنانية معادلة جديدة بانتظار الوزيرة ليلى الصلح السلطة الرابعة برسم التهديد والتطويق والتلويح بقبضة حديدية على عنقها وإخفاء أصوات ووجوه المحكمين الفرين رح يكون الشغل الشاغل جراء عملية منهم وعليهم وجراء مستجدات كبيرة وصادمة بملفتهم سلاح العشائر والمظاهرات المسلحة والرصاص الطائش والعرضات رح تكون بمرة شرارة لهجوم مضاد بتتحول فيه الساحة لبركان والعملية تصفية حسابات عصف تغييري مصدره معلومات بشعبة المعلومات ثنائية الخليلين بتعمل فرق وبتحدث خرق وبتترك بصمة بارزة على أحد المهمات وبالأفق قلق على واحد منهم متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ميشيل حيك اللي بيتوقعها للبنان في عام 2022 والتوقعات التي ما زالت لم تتحقق حتى الآن وبنتمنى اللي يتحقق منها الخير بس إن شاء الله بشكركم على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة أشوفكم بكرة على خير وضمتم بكل الخير والحب والسعادة اشتركوا في القناة